اهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستهل هذه النشرة بالخبر الوطني حيث صدقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 52 للسنة المالية 2023 كما تم تعديله وحظي مشروع قانون المالية وفق تقرير للجنة بموافقة 25 نائبا فيما عارضه عشرة نواب ولم يمتنع أي نائب عن التصويت وكان مجلس النواب قد صدق بالأغلبية في جلسة عمومية عقدها مساء أمس الخميس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية كما تم تعديله حيث حظي هذا الجزء بتأييد 183 نائبا ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت بالرباط دائما نكد الوزير رئيس جهة والونيا البلجيكية إيلو ديروبو أمس أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد أساسا جيدا من أجل حل تقبله كافة الأطراف بخصوص قضية الصحراء المغربية وأكد إيلو ديروبو في تصريح عقب مباحثات أجراها مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمقاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل جهدا جدا وذعب إصداقية من قبل المملكة في الملف الدولي أعلنت موسكو أم سنها بدأت الانسحابة من خيريسون بجنوب أوكراريا فيما أكدت كيف أنها استعادت نحو عشر قرى من هذه المنطقة الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود حمزة الخضر في المتابعة قيل قديما إن الحرب سجال يوم تساء ويوم تصر يوم لك ويوم عليك والحالة هنا ربما قد تنطبق ولو على نحو يسير في حرب الجيران ففي الوقت الذي أعلنت فيه روسيا بدأ عملية الانسحاب من خيريسون وإعادة التمركز في موقع معدل لقواتها على الضفة اليسرى لنهر دينيبرو تستعيد القوات الأوكرانية قرى عدة في إطار زحفها إلى المنطقة الاستراتيجية الجنرال الأوكراني فاليري زالوجني قال إن قواته استعادت ستة قرى بعد معارك قرب جبهة بيترو بافليفكا الجيش الأوكراني أضاف أنه استعاد ستة قرى أخرى في اتجاه بيرفومايسكي خيرسون وسيطر على أراضي تتجاوز مساحتها 200 كم مربع انسحاب روسيا من منطقة خيرسون تعني في نظر محللين استعادة أوكرانيا لمنفذ مهم على بحر آزوف كبار مسؤول الدفاع الروس وفي اجتماع متلفز كانوا قد قالوا إنهم اتخذوا القرار الصعب بالانسحاب من خيرسون وإقامة خطوط دفاعية في مناطق أبعد هذا وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دولار وتشمل الحزمة أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من تراز أبينجر وأنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة وعدد غير محدد من صواريح ستينغز عودة مع حمزة الخضر مع استمرار رحل حرب بالدوران في شرق أوروبا بين موسكو وكييف يزداد الدعم الغربي للأوكران فها هي ذي الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار الحزمة تشمل أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من تراز أبينجر وأنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة وعدد غير محدد من صواريخ ستينغر الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية تشمل أيضا صواريخ لأنظمة هوك من الجيل القديم التي تعهدت إسبانيا تسليمها إلى كييف فضلا عن قذائف وصواريخ لأنظمة المدفعية الدقيقة هيمارتس وذخائر متنوعة إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ارتفعت قيمتها إلى أكثر من 18 مليار دولار و600 مليون منذ بداية النزاع في الرابع والعشرين من فبراير في موضوع آخر ووفق ما أعلنه البيت الأبيض أمس من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء مع نظره في الصيني شي جينبينغ يوم الرابع عشر من ومبر الجاري على همش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي بأندونيسيا اجتماع سيتطرق لمواضيع تهم على الخصوص تايوان وتجارب الساروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والحرب في أوكرانيا والتغير المناخي التفاصيل في تقرير بدرزايو لأول مرة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ على همش اجتماعات مجموعة العشرين المرتقبة ببالي بإندونيسيا في الرابع عشر من ومبر الجاري تايوان والتجارب الساروخية لكوريا الشمالية والحرب في أوكرانيا والتغير المناخي هي أجندة الرئيسين في هذه المحادثات البيت الأبيض أشار إلى عدم وجود إعلان مهم متوقع بعد الاجتماع على الرغم من أن بايدن أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون مع الصين بشأن تغير المناخ وفتح محادثات للحد من الأسلحة النووية وقد تنامت التوترات بين الصين والولايات المتحدة عقب الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أوائل غشة الماضي حينها أعلنت بكين أنها ستقطع قنوات الاتصال خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي والعلاقات العسكرية ننتقل إلى المكسيك حيث توفي ما لا يقل عن تسعة أشخاص بملهل ليلي في أحداث عنف جديدة بولاية جوان أخوات وسط البلاد السلطات أعلنت عن العثور عن أسلحة خفيفة داخل سيارة بالقرب من عين مكان الحادث الذي لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابساته والمسؤولين عن وقوعه تقرير أسامة العمراني في أخطر ولاية معروفة بأعلى معدلات الإجرام في المكسيك انتشر الرصاص في ملهل ليلي تحديدا في أباسيو ديالتو وأصفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص حسب السلطات جوان أخوات ولاية شهدت زيادة لافتة لحوادث إطلاق النار والسبب صراعات بين كارتلات المخدرات مشاهد العنف تعود من جديد هذه المرة في أباسيو ديالتو وسط البلاد سبعة أشخاص مسلحين على الأقل اقتحموا المكان وانتهت الحفلة بسفك للدماء في مشهد مرعب وفي الشهر المنصر قتل 12 شخصا في ملهل ليلي في بلدة إيرابواتو وفي شهر شتنبر الماضي أصفر إطلاق نار في قاعة مسبح في تاريمورو عن مقتل عشرة أشخاص دولياً دائماً ستتجاوز انبعاثات ثايوكسيد الكربون النجمة عن استهلاك الطاقة الحفورية من غاز ونفط وفحم مستوها القياسي في 2022 بعد تراجع خلال جائحة كوفيد-19 وذلك حسب ما أظهرت درسة مرجعية نشرت بمناسبة عقادي كوب 27 تفاصيل لوفا في ورقة لحمزة الخدر العالم يضع يده على قلبه والسبب هو أن الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات سيستعيد المستوى المسجل في 2019 تقريباً بنسبة 50% ستتراجع فرصة تجنب حصول احترار قدره درجة مئوية ونصف درجة في تسع سنوات وفق ما قاله العلماء أحد معدي هذه الدراسة قال إن السبب هو اجتماع عاملين اثنين وهما تواصل الانتعاش بعد جائحة كوفيد وأزمة الطاقة الفريق الذي يضم أكثر من مئة عالم من ثمانين مؤسسة يحتسبون سنوياً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلاً عن ميزانية الكربون المتبقية أي الحد الأقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للبقاء ضمن درجة حرارة عالمية معينة درجة الحرارة مرتبطة بتركز ثاني أكسيد الكربون القوي جداً في الأجواء وقد زاد هذا التركز بنسبة 51% منذ بدء العصر الصناعي عندما بدأ الإنسان حرق مصادر الطاقة الأحفورية بكميات كبيرة وفق الدراسة عودة للخبر الوطني حيث تقوم المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة تطوان الحسيمة بتعاون مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحية اللوكوس والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بحملة تواصلية ميدانية لحث الفلاحين على التوجه لزراعة الخضروات على مستوى المدار السقوي دار خروفة التفاصيل مع خديجة شاكري الحملة تواصلية الميدانية لحث الفلاحين على زراعة الخضروات انطلقت يوم الرابع وانبر الجاري بعقد الشماع لتصطير برنامج مستعجل يضم عدداً من الأنشطة الميدانية التواصلية تشمل على الخصوص تدبير السقي وعقلنته وتسريع وطيرة التجهيز الداخلي للقطاعات المتبقية والقيام بحملة تحسيسية عن قرب للفلاحين انتهينا من الإعداد الهدروفي لحي دي الدائرة السقوي دار خروفة التي تمتد على بساحة 21 ألف هكتار واليوم بدينا في تكتيف الإنتاج والاستغلال الأمثل المورد المائي على مستوى الدائرة انتهينا مع الـ 5 ألف هكتار التي هي اليوم جهزة برية بالتنقيط بالنظر إلى الظروف المناخية الاستثنائية التي يعيشها المغرب حاليا والمتمثلة في تأخر تساقطات المطرية فقد عزز المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس من حمالاته التحسيسية لحث الفلاحين على تكثيف الإنتاج والاستثمار الفلاحي في الضيعات المسقية وتوجيه الاستثمار نحو الخضروات خاصة للتمكن من تموين الأسواق الوطنية تزيرين بإقليم زاقورة حيث تم إعطاء انطلاقة عدة مشاريع تنموية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي وذلك بمناسبة تخليد الذكرى السبعة والأربعين للمسيرة الخضرة رغدا قبوري في المتابعة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي جرى إطلاق عدد من المشاريع التنموية بجامعة تزيرين إقليم زاقورة بمناسبة تخليد ذكرى السبعة والأربعين للمسيرة الخضرة في هذا صدد تم تدشين مشروع تقوية الطريق الرابطة بين جامعة تزيرين بإقليم زاقورة والنيف بإقليم تنغير تعلق الأمر بمشروع تقوية الطريق الرابط بين النيف تزيرين بإقليم زاقورة الذي شهد أشغال تقوية على طول 30 كيلومتر مرورا بمركز تزيرين وعلى عدد 6 أمطار وتم إعادة تشوير الأفقي على مستوى خلال مراسيم الحفل تم تقديم الشطر الأول من مشروع بناء الطريق الغير المسنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 17 ودور الكمان بجامعة تزيرين هذا المشروع الذي تنزل على المسافة 61 كيلومتر الذي لنصت في الجهة على أشطر الحصة الأولى والحصة الثانية المبلغ المجمل هذا المشروع الذي يناهز 91 مليون درهم مجموعة من المشاريع خصصة لإقليم زاقورا تروم إنجاز 14 مشروعا بمسافة 350 كيلومتر الاستثمار من أهدافه تسهيل حركة السير وتحصين شروط السلامة الطرقية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع والولوج إلى الدواوير كما يرتقب أن يرفع من مستوى الخدمات والتنمية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة قبل الختام أكد أساتذة جامعيون وخبراء من عوالم الفكر والثقافة والفن والصحافة والإعلام بالرباط أن مواجهة التفاهة تمر أساسا عبر التربية والتعليم وذلك من أجل خلق مناعة ثقافية لدى متتبعي محتويات وسائل التواصل الاجتماعي خديجة شاكري عدت لنا التقرير التالي اللقاء المنظم بمناسبة اليوم الوطني للإعلام الذي يصادف الخامس عشر نومبر من كل سنة شكل مناسبة لإبراز أن وسائل التواصل الاجتماعي ثرعت من وطيرة انتشار المعلومة وما أتى إلى توسع نطاق انتشار التفاهة التي أضحت اليوم لدى فئة كبيرة معياراً لنجاح إذا أردنا أن نواجه الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة والمؤثرين فعلى وسائل الإعلام دائماً أن تدقق في المعلومات أن تقوم بعملية التحري والتقصي لتقدم المعلومات الصحيحة للناس هذا اللقاء عرف تقديم الخطوط العريضة لعريضة توقف عن تحويل التافهين إلى نجوم الهدفة إلى تحريك النقاش حول حرية التعبير والتفاهة وتناشد كل المؤسسات والهيئات من مختلف المواقع بالتدخل لوضع حد لهذه التفاهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي العريضة التي عرفت في المغرب التي حاولت أن على الأقل تتير الانتباه حول بعض صناع المحتوى الرقمي الذي يتسم بالابتذال والتفاهة والذي يستخدم التكنولوجيا بطريقة غير وظيفية القائمون على هذه العريضة ذكروا أن المحتوى المقصود لا علاقة له بالمس بحرية التعبير والاتصال بل هي دعوة لسيانة هذه الحرية المطلوب توسيعها ترجمة لمنطوق الفصل الثامن والعشرين من الدستور ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا بهذا الخبر نكون قد وصلنا مشاهدين لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في موجزة لأهم الأنباء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر